بسم الله الرحمن الرحيم متابعة لهم مواضيع الاقتصاد الهندسي اللي هي الـ Evaluation Projects أو التقييم المشروعات اللي عندي فالNet Present Value Example أكتاني بيقول مثلاً شركة من الشركات has been offered a five-year contract to provide a part of a large manufacturer require an investment in new equipment the new equipment will المكانة الجديدة اللي عندي هتوبقى التكلفة بتاعتها 160 ألف دولار have a five-year useful life عندها خمس سنوات للعمل وفي نهاية العمر هتتباع Scrab اللي هي الـ Salvage Value خمس تلاف دولار need an overall at the end of three years costing هتحتاج بعض الصيانات بمبلغ 30 ألف دولار بعد السنة التالتة الـ Initial Working Capital Requirement تمن المكانة في بداية العمر عبارة عن 100 ألف دولار لو أنا حبيت أعمل الكلام ده وأشوف The contract is expected to produce the following annual cash اللي عندي الإراد اللي عندي 750 ألف في عندي cost of goods sold أعبارة عن 400 ألف يبقى Gross Marginal أو النت بتاعي 350 ألف Lith other cash expenses يبقى الـ Annual net cash inflow بيسوي كلام ده ده إجزامبل لعملية تدفق نقدي موجب وتدفق نقدي سالب طبعاً أنا هنا Ignored Income Taxes Compute the net present value of the contract للتعاقد ده إجزامبل زي الإجزامبل اللي فات فأنا لو عملت له من خلال تيبل بهذا الشكل هيبقى في بداية العمر الشركة اللي هي الـ Now الكاشفلو بتاعي هيبقى الـ 160 ألف في البداية طبعاً هي Now يبقى مش هتضرب في أي فاكتور بعد الـ Working Capital اللي عندي الـ 100 ألف برضو طالما Now لسه Working يبقى مش هتضرب في أي فاكتور الفاكتور بتاعك واحد بعد كده هو تبدأ تقول والله بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة طالما تدفق النقد بتاعك سابت عند 80 ألف هتضرب في الفاكتور to find B given A to find B given A وحسب سعر الفايدة اللي احنا كلمنا عليه والعدد السنوات اللي هو خمسة بخش أجيب كلام ده من التابل يطلع هذا الفاكتور اللي عندي يضرب فيه التدفق اللي هو يبقى ده الـ present value of أنيوالي لما يكون سعر الفايدة 10 في المية يطلع النت بتاعك بكلام ده يبقى فيه 160 وفيه 100 وفيه 303 اللي هو اللي هو اللي هو في الحالة دي الناتج بتاعنا بهذا الشكل الأوبرول اللي هو التكلفة اللي عندي اللي هي 30 ألف بعد 3 سنين الفاكتور دهام عن سين عبارة عن to find B given F و 10 في المية و 3 سنين وبعدين كده هو الـ working capital اللي عندي اللي هو 100 ألف يضرب في الفاكتور to find B given F وحسب سعر الفايدة و 5 سنوات وبعدين salvage value في الآخر salvage value عبارة عن قيمة المعدة في نهاية العمر الافتراضي اللي عندي يبقى to find B given F و 5 سنين وتجمع النت بتاعك بهذا الشكل يبقى الشكل النهائي الـ net present value بهذا الشكل اللي عندي يبقى فيه أجزاء positive اللي هو 8 المعدة وأي حاجة negative كأنها cost لكن salvage value والincome بتاعك بيبقى positive وفي الحصيلة في الآخر بتجيب net present value بهذا الشكل وطبعا الأفضل أنك أنت تروح راسم cash flow diagram وتحط تدفق النقضي الـ positive وتدفق النقضي الـ negative وبعدين تجيب net present value علشان ما تطلق باتش عندك يبقى since the contractor has positive طالما الناتج اللي عندي طلع positive لأن فيه تدفق نقضي negative وفيه تدفق نقضي positive وهكذا وتجمع الـ positive وتطرح منه negative تجيب التدفق النقضي اللي عندي الـ proposal project your company is looking at a new project that had the following cash فيه initial cost 100,000 فيه عند التدفق النقضي في السنة الأولى 30 ثم 50 ثم 60 هذا معنى أن التدفق النقضي اللي عندي ليس سابتا يبقى أنا لو حبي ترسم الكاش في الـ diagram ألاقي هنا في 100,000 لكن فيه تدفق نقضي هنا 30,000 وفيه تدفق نقضي هنا 50,000 وفيه تدفق نقضي هنا 60,000 أنا ممكن طبعا أحلها بطريقتي يا إما أخذ كل عنصر لحدة أقول الله اللي عندي الـ net present value اللي عندي هيسوي ناقص الـ 100,000 مش هتتضرب في أي حاجة زائد 30,000 أضربه في factor to find be given if وسعر الفايدة اللي عندي وسنة وبعدين أقول زائد 50,000 تضرب سعر الفايدة وسنتين والأخير اللي هو 60,000 أضربه في factor to find be given if وسعر الفايدة و3 سنين دي حل حل آخر ممكن أخذ دول annual وأخذ gradient وأقول gradient بتاعي بسوى 10 هيبقى net present value بسوى 30,000 في factor to find be given a وبعدين gradient to find be given g يبقى الحلين صح ولازم يطلع نفس هذا الشكل يبقى في تدفق ناقضي في السنة الأولى negative ثم تدفقات ناقضية مجابة كل واحدة بتضرب في factor بتاعها يطلع الكلام ده وأجيب الكلام ده قادر أقول إن المشروع ده accept يبقى present was example تاني عشان نقدر نهضم الموضوع consider a project that had an initial investment 50,000 and that return 18,000 per year for the next four year if زمني عبارة عن 10% ده السؤال سهلي جدا بقول present words اللي عندي عبارة عن 50,000 مش هتتضرب في أي factor لإنه عند السنة 0 لكن 18,000 جاء لمدة 4 سنوات يتضرب في الفاكتور ده يطلع الكلام ده this is a good investment لإنه طالع positive value بهذا الشكل أشكركم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته